بموازاة الدعوات الدولية للتهدئة وتغليب لغة الحوار تتصاعد حدة المواجهات والتصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم أرساخ المتنازع عليه وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت مقتل عشرين عنصرا من الجيش الأذربيجاني وتدمير ثلاث آليات عسكرية أثناء تصدي قواتها لهجوم شنته القوات الأذربيجانية على مدينة جبرائيل جنوب إقليم أرساخ مصادر أرمينية أكدت أن الجيش الأذربيجاني قصف بشكل مكثف وعشوائي مدينة ستيباناكارت عاصمة أرساخ ما تسبب بدمار كبير في المنازل السكنية بالتزامن مع أربعة انفجارات عنيفة هزت وسط المدينة دون معرفة حجم الخسائر وفي سياق ذلك نفت وزارة الخارجية الأرمينية إيقاف القتال بالوقت الحالي في ظل تواصل هجمات الجيش الأذربيجاني وذلك قبيل اجتماع بين وزير الخارجية زهراب ماناتساكانيان ومسؤولين من أمريكا وروسيا وفرنسا الأسبوع القادم على هامش مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والخاصة بأرساخ وتمثل المحادثات المرتقبة بداية مسعى منسق بين كل من أمريكا وروسيا وفرنسا الرؤساء الحاليين لمجموعة مينسك من أجل وقف القتال الذي اندلع في السابع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي والذي زاد المخاوف على أمن خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى أوروبا موسيقى